وسط كل هذا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم هل ده ينكر ان احنا مش محتاجين صفقات؟ لا افندم محتاجين صفقات وبالمناسبة حنجيب صفقات انا بقول معلومة برضو وسط كل الكلام اللي انا بقوله ده احنا محتاجين صفقات وحنجيب صفقات مش هنجيب صفقات عشان نجيب صفقات وخلاص لا احنا هنجيب صفقات علشان كل فريق بطل بيحتاج على مجموعة اللاعبين اللي موجودين كمان يكون هناك صفقات جديدة تزود روح التنافس وتخلينا نقدر ناخد الدوري والكاس وبطولة افريقيا وكل البطولات اللي بنشارك فيها لانه اللي موجودين دول لعيبة كبار ورجالة وحققوا بطولات كثيرة جدا وانجازات كثيرة جدا ولولا وقفت حضراتكم في ظهرهم خلال الفترة اللي فاتت الشباب ده كانت هز جميعا هم تهزوا بالفعل ولكن وقفتكم هي اللي لجأت لهم ثقتهم بنفسهم فان شاء الله انتظروا صفقات معرفش كم واحدة عشان محدش يقول لي اسلام آل معرفش كم ممكن صفقة ممكن اتنين ممكن اكتر ممكن اقل معرفش لكن انا بقول لحضراتكم ان كل النواقص او معظم النواقص اللي موجودة في فريق النادي الاهلي هيبقى فيها صفقات ان شاء الله زيادة على الابطال واللاعبين والنجوم اللي موجودين في النادي الاهلي لانه الفريق البطل دايما بينظر لهذا الامر امر الصفقات بهذا الشكل لانه هو بيلعب في خمس ستة بطولات عايز ياخد الخمس ستة بطولات مين هيستحمل الضغط النهاردة مارسيل كولر وهو بيتكلم عن انه مش عارف امتى هيسبت تشكيل الفريق ليه مش عارف امتى لانه مش عارف يعني قالك انا بلعب كل يومين تلاتة ماتش النهاردة كريم فؤاد اتصاب وان شاء الله اصابته يعني نطمن حاول نطمن حضراتكم كمان شوية كريم فؤاد اتصاب وبرضو نفس الكلام بالنسبة لبرونو اي حد الوقتي ممكن معرض للاصابة وسط هذا الضغط الكبير في المباراة فمحتاجين لعيبة وحنجيب لعيبة حنركن كل ده على جنب وان شاء الله نركز في المباراة اللي جاية لانه المباراة اللي جاية اصعب كل ما بتكسب مباراة بتصعب عليك المباريات القادمة ولكن احنا متعودين كنادي اهلي على هذا الشكل الحمد لله يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو العامل الرئيسي والاساسي في انتصارات النادي الاهلي وبطولاته على مر التاريخ زرع عقيدة المكسب وفلسفة المكسب جوه كل اهلاوي وعدم الاكتفاء ببطولة او اتنين او ان انت تكسب بيراميدز او تكسب الزمالك او تكسب لا مش احنا اللي نعمل كده نتبسط طبعا لان كسبنا تلات نقاط ورجعنا لقمة الدوري ولكن خلاص الموضوع خلص اللي بعده وخلي بال حضراتكم ده اللي اتقال انا متأكد انا معرفش لكن انا متأكد ان ده اللي اتقال اللاعبين في غرفة الملابس افرحوا وتبسطوا النهاردة اركبوا الاوتوبيس وتروحوا تقعدوا مع اهليكو شوية وخلاص بكرة تيجي تمرين الساعة 9 عندنا تمرينة الناس اللي لعبت هتعمل كذا والناس اللي ما لعبتش هتعمل كذا وحنجهز للمباراة القادمة هو ده الدوري هو ده النادي الاهلي عشان كده الاهلي غير في الوقت اللي تلاقي فيه جمهور فرق كتير جدا بيحتفلوا حيعيشوا سنين سنين عشان فازوا ببطولة او اتنين او بفوز مطشة او كده لا النادي الاهلي دايما اغلق الصفحة واللي بعدها او اقفل الصفحة وهات اللي بعدها علشان ايه علشان خلاص هنعايزين نكسب المباراة اللي جاية ربنا يكرمنا المباراة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها وعد كده نروح على كاس العالم بقى شوف كاس العالم ده قصة تانية انا عارف ان فيه لاز كتيرة هتقعد تتفرج علينا بس واحنا بنلعب في كاس العالم لكن اتفرجوا عنديش مشكلة يعني انا ما شفتش فريق اخر حتى هذه اللحظة دي المرة التامنى للنادي الاهلي في وجوده في كاس العالم وما شفتش فريق مصري اخر موجود فبالتالي عدوا تفرجوا هتوفشاروا عدوا تفرجوا فيش مشكلة بس لما يبقى يجي كاس العالم ساعتها هنبقى نتكلم في هذا الامر عشان كده دايما النادي الاهلي لما قلت لحضراتكم انه هو لا يقارن الا بالنادي الاهلي فريق كبير بينه بين اقرب منافسي بين ارقام بالبطولات بكل حاجة ما عندناش اي مشكلة في هذه الامور عشان كده انا بقول لحضراتكم خلونا نتبسط ونفرح النهاردة اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل ولكن خلاص هنقفل الصفحة ونفكر في ما هو قادم وذلك ايضا بفضل ادارة توفر كل سبل النجاح